فهذا اندل على شيء انه مخطط الله مخطط كامل وفعلا بعد الانزار مئات السنين للشعوب الكنعانية الوثنية والله وص شعب اسرائيل ما تخدش ولا اي قدم من الشعوب الاخرى اللي حواليك الا بس ارض كنعان ارض كنعان كان فيها ممالك كثيرة على فكرة وملوك كثيرون يعني لما منقرأ مثلا عن يشوع دخل ارض كنعان احتل اكتر من يمكن 31 مملكة كانت في ارض كنعان هذه الممالك كانت منقسمة من الحدود الجغرافية يعني الى سبع شعوب مبتدئا من الحسيين في الشمال الى طبعا اليابوسيين اللي كانوا في اورشاليم في منطقة او على جبل سهيون اليابوسيين فبيتكلم عن سبع شعوب كنعانية اللي بتسكن الارض هذه الشعوب اللي بتحديد الرب عاقبها والرب ارسل الدينوني والقضاء عليها اشتركوا في القناة